بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأن عضو الله تعالى من شراء نفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هدي له يقول الإمام الطحوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل يقول الشيخ الضرق عبارة المؤلف تقتضي أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بأي ثمت والذنوب نوعين ده استدراك على الإمام الطحوي في أن عبارته هنا لم تكن دقيقة وبننبه دائما في مثل هذه المواطن أن بعض الناس يكون من تصييد الأخطاء فقد تكون هناك عبارة لعالم أو لداعي لذلك غير دقيقة وفرق كبير بين أن يكون العبارة غير دقيقة وبين أن تقول أنه قصد منها كذا وكذا وكذا عم تجد درجة كبيرة من درجات الإصرار على تخطئة كل أحد بما ليس فيه يعني يبقى العبارة نعم تحتمل معنى ما لكن قائل العبارة معلوم عنه يقينا أنه يقول بخلاف هذا الكلام وبريء من هذه التهمة فيبقى أن ننبه أن العبارة محتملة وبحسب درجة الاحتمال أيضا ليس مجرد أنها محتملة يعني بنسبة يعني تتفاوت درجة الاستدراك وحدته وهنا شفنا أن الشيخ البراك حفظه الله استدرك على التحاوي رحمه الله عدة مرات وهذا لم يمنع أنه هو يدرس الكتاب على اعتبار أنه عقيدة متن في العقيدة ذائع الصيد منتشر من طلبة العلم ويقرر عقيدة السلف وأن كان فيه مواطن العبارة دي كان أجود أن يقولها كذا ما يقولش لا ده هو يقصد منها كذا إلى غير ذلك مما يصنعها البعض أحيانا مع عبارات محتملة لأي أحد ربما لا يكون هناك احتمال أصل ولكن إصرار منه على أنه يخطئ العلماء أو يعني يكون يرد على المشهورين فيصور مشهورا أو غير ذلك مما يعني قد يعني يغلب على الظن أنه ليس فيه إلا حب الظهور أو الشهرة أو حب تصييد الأخطاء أو غير ذلك من الأمراض نحن الآن أمام عبارة الإمام التحاوي العبارة غير دقيقة فعلا ليه؟ لأن كلمة ذنب تشمل الكفر ولكن إحنا لنا نتخيل ابتداء يعني الإمام التحاوي قال العبارة دي كذا ليه؟ لأنه يغلب عند الإطلاق لما تقول كلمة ذنب أي ما دون الكفر فكأن فيه قيد ضمي وده معروف يعني فيه إنسان لما بيجي يتكلم يقوم يحط كل القيود اللي في الدنيا ده يبقى الكلام عيي جدا يعني في كل الكلام لابد أن يبقى فيه بعض القيود معروفة من العرف أو من الواقع أو من الصياق ويجي في حتة نقول لا ده دي بقى ما ينفعش نعول على ذكاء القارئ أو السامع لأن الموضوع فيه شبه ولأن الموضوع فيه فتنة لكن عموما في كل الكلام هتلاقي أن لابد أن يحصل درجة من درجات التعويل على قيود واقعية تكون مستعملة في ده في ده بالإيمان والكفر ذاته العلماء يقولوا أن مرتكب الكبيرة فاسق وليس بكفر مع أن الفسق منه أكبر كما أن الكفر في منه أكبر لكن هو استعمل الفسق بمعنى الاصطلاح الشائع عند العلماء لما بيقولوا فاسق ويسكتون يريدون بالفسق الأصغر فهو استعمل نفس الأسلوب تقريبا ولكن في مسألة أخرى فيها أو يعني فيها درجة من درجات الشبهة أن كلم الذنب في اصطلاحه أو عندما تطلق يراد بها ما دون الكفر فهو عايز يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مما دون الكفر ما لم يستحل لكن لما أن ظهر في زمننا ناس ومنتسبين إلى السلفية عايز يقول شرط الاستحلال في الكفر لا يكفر بذنوب عدها الشرع كفرا إلا بالاستحلال صارت المسألة دي كده العبارة دي مشكلة والعبارة دي غير دقيقة هي الإمام الطحاوي عول على ما يظنه من أن كل قارئ للعبارة عنده كلمة الذنب فيها قيد ذهني وواقعي إن ذنب أي ما دون الكفر فهنا فيش مال يعني احنا نقول العبارة دي بالذات في زمننا والذات مع وجود من يريدون أن يشترطوا الاستحلال للكفر يعني اللي يعمل ذنب كفري يقول لا لا يكفر إلا إذا استحل طبعا أشهرها خضية الحكم بغير ما أنزل الله تكلمنا عليها كتير وحنرجع عليها تاني إن شاء الله وعموما يعني طبعا كلام الإمام الطحاوي هنا في مسائل إمام الكفر برضو مش مرتب وإحنا نخدوه على ترتيبه ويمكن نرجع نرتبه تاني ولكن عشان تبقى الصورة واضحة نتذكر موضوع دي درسنا أكثر من مرة الإيمان بدعون وسبعون أشهر الإيمان بدعون وسبعون أشهر لكن إحنا نقدر نقسمهم على درجات أركان واجبات ومستحبات أركان في الإيمان إذا زالت زال الإيمان بالكلية سيئة أي حقيقة مركبة جسم الإنسان في حاجة لو القلب لو مات خلاص لكن مجر واحد دي مقطوعة مثلا المثال اللي بنقوله كتير الشجرة لو جزعها اجدثة من الأرض خلاص لكن لو تساقطت الأوراق حتبقى مذالت شجرة ممكن تكون مزمومة لكن شجرة فنقول الأركان أي شيء مكون من أبعاد في بعض هذه الأبعاد لو شلتها وتيت قل للباقي لا دا ما بقى الشجرة هي كانت شجرة شلت منها جزعها بقت أوراق شجرة إنسان إنسان أطعت دراعه لسه بني أدي لكن لو أطعت راسه لا دا جثة ميتة فالشيء المكون من أبعاد بعض هذه الأبعاد إذا زالت زال الإسم عن المجموع دي بنسميها أركان في أبعاد تانية لو شلتها مع بقاء الأولانية ما خلاص نحن دلوقتي يبقى المجموع يستحق الإسم ولكن على نقص فيه يبقى شجرة متساقطة أوراق هي من جهة شجرة شجرة وكائن حي وعايش عايش شجرة ثابتة ولكن ملهاش أوراق تقول لما تيجي تتكلم من حيث الأصل عندك كام شجرة في البستان تقول عشرة تيجي تقول طيب يعني أنت كده هتبيع ثمر العشر شجرات دول وحا لا في واحدة اتنين تلس دول ما تعدهمش لا يصمرون إلا حشفة يصمروا ثمر مالوش لازمة عايش واحد تقول له عندك كام ابن الابن من صلب لك ثلاثة اربعة يعني هؤلاء عونوا لك في الشدق لا فلان وفلان ليسوا بابناء عقين فهم من جهة الأصل ابناء لما يجي يعد ابناء ويقول عندك كام واحد هو في نفس الصياق يقول كذا تيجي تقول لأ ودول عون لك في الشدق لا إذا كنت هتكلم على الابن اللي هو الكامل اللي من كل الجهات ما تعدش فلان وفلان يبقى دي الواجبات فيه أشياء تقول لأ لو وجدت يبقى الشيء أكثر كملا لكن زوالها يعني لا يعطيك الحق في أنت ذمه بتيجي شجرة مثمرة ثمر فوق المعتاد بقت أفضل من غيرها لكن اللي أثمرت الثمر المعتاد ما فاش قل دي مش معدودة معايا مثلا أو دي أخرجها من الحسابات لأنها المعتادة هي أعتت اللي بيثمرها كثمر غيرها ده كلام منطقي كلا عموما الشيء المكون من أبعاض بعض أبعاض تبقى أركان بعضها واجبات بعضها مستحلة قلنا فيه حالة خاصة تكون كل الأبعاض أركان دي حالة خاصة مش دي الحالة العامة ودي المشكلة اللي عند الخوارج والمرجئ أنت عندك المسلس مكون من ثلاث أضلاع لو شلت منهم ضلع اللي باقي بس مش مسلس هم متصورين لأي حاجة في الدنيا كده تقول إحنا ما نكلم في الإيمان ولا في المعاني الشرعية كيف أنت تصورت أن كل الموجودات في الدنيا زي المسلس كده مع أن فيه الشجرة فيه البني آدم ده إحنا نكلم في قضية منطقية إيه اللي موجود في الدنيا موجود فعلا شيء مكون من أبعاض تكون يعني الصورة العامة أننا هنلاقي بعض الأبعاض أركان بعضها واجبات بعضها مستحبة الصورة الخاصة نلاقي كل الأبعاض أركان موجود ودايما بيقول مشكلة اللي بيروح للمنطق غير أنه بيطول السكة على نفسه في المعاني الشرعية لأن الكلام في الشرع موجود بصورة أوضح وأظهر بيغلط ساعات أنه يجيب نموذج خاص ويطالب بتعميمه زي ما الخوارج جيهم هنا وخدوا نموذج المسلس دقاء وأي بقى نموذج تاني من النماذج لكل أبعاض وأركان ورحوا معممنا ورحوا لما معموها طبقوها على الإيمان مع أن الإيمان النصوص شرعا بتدل أن بعض أبعاض أركان وبعض أبعاض واجبات وبعض لأن هناك من يزول عنه بعض شعب الإيمان ويبقى مؤمن أبسطها الحدود مش أنا بنقول في شرع الله تركت على الحدود لبعض المعاصي للكبائر طب لو كان كل المعاصي كفر كان يبقى في حد واحد هو حد الرد لكن لا ده فيه زنوب لا حد والزنوب لا هاش أصلا والزنوب لا حد ليست القتل أو حتى اللي فيها القتل نقول حد يعني إذن هذا عاصي أقيم عليه الحد يدل على أنه ماذا المسلمين وقام عليه الحد ويصل عليه إذن فمنقول أن الإيمان أن الكلام ككلام منطقي في اللي موجود في الدنيا الشيء المركب من أبعاض بتكون الصورة العامة أن بعض أبعاض وأركان فيه بمعنى لوش التهى تيجي تبص على البائد أو لا ما عادلش تستحق الإسم وبعض أبعاض واجبات فيه وبعض أبعاض مستحبات فيه والإيمان الشجرة إحنا عجبنا كلام على الشجرة من من الواقع ده حاجة مادية ملموسة الإيمان حاجة شرعية شوف الشرع عرفها بإيه هي التصديق فقط ولا التصديق والإقرار ولا ولا لقناها إنها بدلنا سبعون الشعب على الشيطة لا إله لله وقدناها إيما فيه عن الطريق يبقى دي أول مسألة الإيمان مكون من شعب كثيرة الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان كل شعب الإيمان دي لأن الإيمان معنى شرعي زي ما جاءنا نتكلم عن الشجرة قلنا هذه الشجرة وذي الصاق وذي الأغصان وعرفنا من الواقع الملموس قدامنا إيه الأركان وإيه واجبات وإيه المستحبات الإيمان معنى شرعي طيب الشرع لما طالب مننا الإيمان قال لنا إيه هو الإيمان قال إنه وابد ما سبعنا شعب على شهة لا إله لله وإنه يمط نشوف النصوص نلاقي زي ما قلنا مرتكب الكبيرة يعاقب بعقوبة دون عقوبة الردة يبقى إذن في شعب الإيمان تزول ولا يزول الإيمان بالكلية يبقى الإيمان بعض بعض شعب أركان فيه وبعض شعب أواجبات فيه وبعض شعب مستحبات فيه طيب نتكلم بقى على إيه هي الأركان معنا كده هندخل في باب الباب الردة إزاي الإنسان يدخل الإيمان وحتى ما تصور أركان الإيمان مهم في معرفة ما يدخل به الكافر في الإسلام ومعرفة ما يرتد به المسلم يعني نتكلم نقول اللي معاه الأركان اللي معاه الأركان حيبقى مسلم ممكن يكون كأ أو مؤمن ممكن يكون ناقص الإيمان أو كامل الإيمان حسب الواجبات والمستحبات من ورائها وبالعكس لو احنا اكتشفنا أن واحد من المسلمين فقد ركن يبقى ارتد بس بس احنا عندنا مشكلة مثال الشجرة ده برضو مناسب لها لما جاءنا تكلمنا على ايه الابعاض ابعاض الشجرة التي تعتبر أصلا فيها قلنا الجذر والصاق طب انت في بستان وشايف الشجرة واقفة على ساقها وفيها أوراقها أو ما فيهاش لأن احنا نتكلم دوقتي على الليل لحنت هتقول ان دي ماتت أو ما ماتتش فما دام الساق واقف هتقول دي شجرة وانت واقف جاشو هيت ريح ان ان كفأت الشجرة وجدنا الجذر المتعفن وميت فانت وقت ما كنت بتقول عليها انها حية وانها شجرة كنت بتقول والله اصلا انا هي اركان الشجرة الجذر والساق فمدام الظاهر الجذء الظاهر من الاركان سليم بفترض سلامة الباطن لما يبان ان الجذء الباطن أو الظاهر حاجة منهم مش سليمة تبقى الشجرة دي ماتت يبقى انت هتحكم عليها بانها ماتت لما يبنك الجذر أو لما الفساد يطلع لغاية الساق فنفس القضية هنا احنا بنقول اركان الايمان قول القلب وقول اللسان واصل اعمال القلوب التصديق وبقيت اعمال القلوب بس التصديق ده عمل قلبي له اهمية عالية ان ده بدأت الايمان كان قلنا احنا ممكن نتصور برضو الايمان بيحصل ازاي بالمعرفة اول حاجة ما فيه انسان لم يعرف الحق فلن يؤمن به يبقى ده مش مهم طب جهله ده نشئ عن ايه ده موضوع تان اللي مدخلش في الاسلام اصلا هيبقى كافر حتى ولا لم تبلغه دعوة الوسل سيبقى كافر ايه معذور اللي ملغته دعوة الاسلام واعرض عنها ما سمعهاش مرضاش يسمعه حيبقى انتفى عنه الايمان لانه لم يعرفه اصلا وحيبقى كافر بس ايه مش معذور طيب وصلته دعوة الاسلام وعرفها كده بقى مؤمن لسه ده كده زي اللي عنده الجذر الشجرة من غير سقها يعني برضه انت ممكن يكون معك جزء من الاركان ماينفعش لازم الاركان مبتمعة فما يبقى حصلت عنده المعرفة طب بعد المعرفة اما ان يصدق واما ان يكذب يبقى على طول اللي بياني المعرفة الايه لو هو المعرفة ضه الجهل فالمؤمن لازم يعرف حقيقة الايمان اولا يعرف مجمل المعنى الذي يدعو اليه الايمان وبعد ما يعرفه ما فيه ناس عرفه وكذبه قالوا لا الكلام ده خطأ يبقى اول مرحلة في الايمان ايه التصديق فان كذب صار هذا كافر كفر تجذيب طب وان صدق لسه لسه بقى اشمق ليه الله ترك تعالى يحكي عن فرعون وما لا يقول واجحدوا بها واستيقنتها عن فرعون دول عندهم المعرفة والتصديق وما بقوش مؤمنين كان فضل ايه لو ضد الجهود واجحدوا بها يعني هما حصل عندهم المعرفة والتصديق الجازم اليقيني ان دي صح ولكن بلا انقياد يبقى لازم هيحصل عنده معرفة وإلا هيبقى كافر كفر جهل ثم تصديق وإلا يبقى كافر كفر تكذيب ثم انقياد وإلا يبقى كافر كفر اعراض ثم قبول وإلا يبقى كافر كفر استكبر لأن ممكن ييجي يقول ايه يعرف الايمان يصدق ما يبقاش عنده مانع عن يقر به وأن يقبل لا اله الا الله ولكن قد يكون عنده مانع من الانقياد لشرع الله فيبقى كذا لو حصل كذا يحصل لديه الايمان مع سائر اعمال القلوب ولكن دي اهم اعمال القلوب هتلاقي اهم واحد فيه على اطلاق التصديق عشان كذا بيقول عليه بيخصوه بانه يسمونه وهو قول قول القلب لا سيام وانه في اللغة يتضمن ان التصديق في اللغة يتضمن سائر اعمال القلوب كما في الحديث والفرج يصدق هذا او يكذب كتب على ابن ادم حظه من الزنا وفي اخير قال والفرج يصدق هذا او يكذب فدل هذا على التصديق في اللغة قول وعمل كما ان الامان قول وعمل لكن مش هي القضية هنا ان احنا عندنا التصديق اذا نسميه قول القلب يبقى الاركان قول القلب وقول اللسان واصل اعمال القلوب لان هتجد دايما من قال لا اله لله صدقا من قلب من قال لا اله مخلصا بها قلب ومن قال لا اله مستقرا بها قلب كل دي شروط وضعت لدخول الجنة وان الانسان ينتفع بلا اله الا الله وجود هذه الاعمال القلبية دي اركان الامان طيب لما يجي واحد عايز يسلم زي انت ماشي ببستان بتشوف الشجر السليم والشجر الميت بتقول انا اكتفي بان الشجر وقفة وصقها موجودة ومستقرة في الارض تبقى دي كده شجرة حية مش معقول بقى اللي عايز يشتري شجر يحفر عليه موته عشان عشان نشوف جزره مع ان ده في الدنيا في الشجر يعني هتوصل بسرعة او باخرى لكن القلوب العباد مش ممكن توصل له فانت هنا في الدخول في الاسلام بنكتفي بالنطق بالشهادتي اللي هو الجزء الظاهر من اركان الايمان في الخروج ونقول بقى في الخروج بيبان ممكن واحد ييجي يقول انه لم يعد يشهد ان لا اله لله وفي تاني واحد يبقى زي الشجرة اللي اتقطنت وبلن جذرها يقوم يسب الله طرح تعالى نعيزه الله يسب النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في الدين ينكر معلومة الدين بالضرورة يستهذئ بشيء من الشرع كل دي تشبه من الشجرة تنقطم ساقها ويبان ان جذرها فسد يبان لك الجذر اللي كان مستطر وانت افترضت سلامته يبان لك انه فسد من امتى مش مشكلة شرعا اللي بيبان لنا كفره بنفترض ان الفساد طرق عليه دلوقتي لان احنا ما نقدرش نرجع بقصر رجال كان مسلم ومتزوج من مسلمة ويؤاكل المسلمين ويعاشرهم مش هنقدر نرجع بظاهرنا الله طرق تعالى اعلم لكن انت بتفترض ان الفساد طرق عليه ساعة مبالك زي ما انت كنت فاكر ان دي شجرة اطمد شفت ان جزرها فاسد يبقى دا دا تاريخ ان انت حكمت عليها بالموت او بالفساد مش قبل كده فدوت دا خلصة الباب في هذه المساعد فصار هنا في افعال لا تقع افعال واقوال معينة لا تقع الا كفر فذي سمناها اسباب الرد او ما يخرج به المسلم من دين الله او الذنوب المكفرة لا تقع الا ردة كالاستهزاء استهزب الله عز وجل او برسوله صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب لا تقع الا رد فذي اللي بنسميها ان دي كفر بنعرفها منين الشرع بيسميها كفر ويدل على ان هذا هو الكفر الاكبر وليس الاصغر وبناء على القاعدة العام ايضا المستنبطة لعندما ذكر الله طورك تعالى عذر المكره قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعرفنا ان اي فعل من يدل على انخرام او نقص اعمال القلوب وزوالها حيبقى صحيفها كفر الاستهذاء انكر معلومة الدين بالضرورة بخلاف الامور التي تنشأ التي تصدر من المؤمن ضعيف الايمان زي المعاصل الليها شهوات الشهوة تحركه ويبقى ايمانه ضعيف ما يقدرش قاوم الشهوة فيبقى هنا ده ايمانه ضعيف لكن الاستهذاء والطعن في الدين وانكر معلومة الدين بالضرورة وكل هذا لا يكون الا عن زوال اما التصديق واما الانقياد واما المحبة واما الخوف واما غيرها من عمال القلوب يبقى احنا عندنا طائفة من الذنوب تميزت بانها ذنوب مكثرة وطائفة اخرى ليست كذلك والضابط ان الذنوب التي تنشأ من انخرام الباطن ذنوب مكفرة والتي لا تنشأ من انخرام الباطن ذنوب غير مكفرة واتبالك برضو العبارة تحتاج انها يتوقف عندها كتير جدا لان البعض بيظن تبقى انت بتقول انخرام الباطن هو يصر انك انت بتقول التجذيب ويقول ده كلام المرجعة فيه فرق بين انخرام الباطن اللي يشمل التجذيب يشمل الاستكبار يشمل الاستهزائش من صور كتير جدا وبين بين كلمة التجذيب في المقابل هو تقول له ايه الذنوب المكفرة عندك ما تلاقيش قاعد فيبقى وارد جدا ان حد يخلط ويدخل ذنب غير مكفر في ذنب مكفر او يعدها مكفرا القاعدة كذا انه الذنوب التي تدل دلالة قاطعة على انقرام الباطن سواء كان دي قول او فعل بس العبرة هنا انها ايه تدل دلالة قاطعة على انقرام الباطن دي ذنوب مكفر طب الذنوب الغير مكفرة كل الذنوب في مع وراء ذلك غير مكفر الا ان يستحل لها شوف كلمة إلا اني استحل لها هنا بقى لها معنى لان الذنب نفسه مش مكفر والذنب نفسه مفهوش انخرام الباطن فلو انضم مع انخرام الباطن وهو الاستحلال الاستحلال نعمل انواع انخرام الباطن حيكفر يبقى الذنوب التي ليست كفرا قد تكون مكفرة وقد لا تكون هي بين حيث الاصل بين حيث الاصل غير مكفرة ولكن اذا انضم اليها الاستحلال صارت مكفرة الا بقيت على انها ريل مكفرة طب واحد يقول لك طب ماشي نقول الاستهزاء بالدين لا يكفر صاحبه الا اذا استحل نقول انت كده اوهمت ان الاستهزاء نعين نوع كفري ونوع غير كفري مع ان الاستهزاء لا بد ان يكون معا انخرام الباطن او ممكن بيبقاش معا استحلال بس هو الاستهزاء في حد ذاته افحش من الاستحلال وكلمة الاستحلال عند السلف تطلق ويراد بها انخرام الباطن يعني بدأ يقوله بقيت تبقى تعني كل صور لانخرام لكن لما يجي يقول ان المستهذ لا يكفر الا اذا استحل يبقى كده اوهم باطلا نقول له نحاول برضو ضيق دائرة الخلاف فبنسأله هل يتصور عندك مستهذ غير مستحل فان قال لا قلنا له الخلاف لفظي واعبرتك محتاج لتصويب لان انت لما قلت لا يكفر الا اذا استحل اوهمت ان هناك مستهذ غير مستحل لو قال نعم يمكن ان يوجد مستهذ غير مستحل فساعة نقول له طب بما كفرت المستحل اذا كان كلمة الاستحلال مش موجودة في القرآن وتركت المستهذ مع ان النص على كفر موجود في الايه في القرآن في الا لا تعتذروا قد كفرتم بعد اي من اذا اذا نقول الصواب الخلاف هنا حقيقي انت توهمت ان الاستهذاء كسائر الذنوب لا يكفر صاحبه الا اذا استحل والعمر ليس كذلك لان الاستهذاء منطون على نوع من الاستهلال او لو شئت العبارة الاضق تقول ان الاستهلال منطون على خرم للباطن نوع من نقد عمل القلب وهو مثله مثل الاستحلال مثل غيره من انواع التكذيب او الاعراض او الاباء كل هذا يكفر به صاحب ودي نفس القضية اللي احنا بنقولها في قضية تبديل الشرائع في قضية التشريع العام ان حد يجيب شرع عام يلزم بالناس او يدعو اليك تشريع عام يطبق على الناس وبعدين الناس يقولوا لا يكفر الا اذا استحل نقول المعارضة والمضاهاء والتفضيل لغير شرع الله على شرعه او على احسن الفروض المساواة ما مش ممكن يعني او تصور ان الشرع غير لازم يلا دي فترة الشيخ محمد ابن ابراهيم عنا قبلك ده فترة الشيخ محمد ابن ابراهيم اللي ذكر فيها الكلام على الحجم وغير منزله لهم ستة انواع كفر اكبر ونوع كفر اصغر لأ احنا ممكن نعيد سياغط انه هو نوع اكبر ونوع اصغر تبديل الشرع بحيث ان اللي يسأل عنه ما ترون في الزاني يقول حرية شخصية ده اسمه تبديل حتى لو هو مش قاضي ولا في المقابل لا واحد الحكم الشرع في الزنا انه جريمة عقوبتها الرجم كان محصنا والجلد كان غير محصن طب نقوله تعالق ده في القضية ده هو قاضي ويقوله نز وناء ياخد رشوة ويقوله الشهود لم تثبت الجريمة ويعمل الكلام ده كل يوم ده شرك أصغر لانه هذا لم يناقل الصرع ولم يضاهي الصرع تعالى التاني المبدل السبتة اللي الشيخ معاني الرعيم قالهم الاربع الاولانيين بيحاول يقولك تعالى نشوف المبدل ده لما بدل حلق لا يخرج عن واحد من اربعة وفي كلا الاحوال كفر اما هو جاء سألناه عن الزنا هل حرية شخصية نقوله طب حكم الشر ليس لله حكم في المسألة يبقى ده جاه ده حكم الله وهذا كفر طيب لا لا ممكن حاجة يقول الزنا حرية شخصية تقوله وحكم الله في المسألة لكن دراسات الحديثة اثبتت ومواصف حقوق الانسان نصت وكيف نرجع لشريعة رجعية يبقى يقر ان هناك حكم في الشريعة ولكن يرى ان هذا الحكم المبدل افضل منه وهذا شرك ظاهر ده يجعل الحكم غير الله افضل من حكم طب واحد تاني لك والله كل يعني في تحريم الزنا ومنع له فوائد له سلبيات وابحت له فوائد له سلبيات والناس على ما يتفقون اذا هو يرى ان المسلم غير ملزم مش ان واحد مسلم استحوذ عليه الشيطان فقضى شهوته في حرام مع ان ده مجرم وعاصي ده فرق كبير جدا بينه بين واحد بيقرر هذا المبدأ ان الناس زي ما يتراض مع ان مقرر ان الشرع في تحريم للزنا وعقوبة للزنا ولكن يرى ان الامور متساوية شرع الله مثل شرع راية او واحد تاني يقول ان شرع الله ترك تعالى كله حسن وهو افضل من غيره وده دور الدعاء ودور الشيوخ ودور ودور يبينه للناس لكن كتشريع يحق لنا ان نترك فهذا ايضا قد جهد النصوص التي تلزم باتباع الشرع الحكم الا لله الاربع دول مبدلين بس مع اختلاف ايه دوافعهم فاذا بدل صار هذا كفر طب الابنين التنين فترة شمه عبد ابراهيم قالك لو واحد من الاربع دول ما عندوش قانون مكتوب اصلي دي كانت فتوى الفتوى كانت اجابة عن سؤال عن تحكيم القوانين وهو عنده في بيته هناك فيه في كل البيئات قبائل عندهم تشريع مصاب للشر مش كاتبينه حفظينه ومش محاكم ولا حاجة ده بيروحوا لمحكم يحكم بينهم بما تورثوا عن آبائهم فحب يقول الأربعة هو الأول فصل في الدوافع وبغض النظر عن هذه الدوافع ده النوع الخامس وكان ممكن يفصل يعني يقول أي واحد من دول كتب القانون أو لم يكتبه فهذا أنا الكفر للجل والسادس أي واحد من الأربعة دول يزيد فوق التبديل الزام الغير لأن الكلام في الأربعة الأولين ينطبق حتى على المفكرين العلمانيين وغيرهم فصار هذا من الأشد والأخطر وطبعا دائما بننبه أن الكلام ده كله من حيث النوع ليه المسألة دي يتصور فيها الجاهل أو التأويل أو نحو ذلك ولكن من حيث النوع هي دي كت المسألة كده يبقى ما ينفعش في مسألة التبديل نقول إلا أن يستحل لكن ينفع في مسألة الحكم نقول كده هذا كلام من تيمية ابن القائمة يعني ينفع نقول الذي يحكم غير ما أنزل الله إن استحل ذلك كفر أو إن استحل ذلك صار هذا كفرا أكبر وإلا صار كفر أصدر ويبقى أول وأبرز صورة من صور الاستحلال هو التبديل لكن اللي يجي ياخدها ويحملها على التبديل هيبقى كلام متناقض هيبقى كلام متناقض فهنا الكلام إن الإمام الطحاوي لما ذكر لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل بيعني الذنوب التي هي دون الكفر يعني إحنا ذكرنا التعليق السريع دا لأنه أمام التحاوي يتكلم في كذا مسألة في مسألة من الكفر على هذا النحو ويعني قد يأتي تفصيل الله يقول الشيخ البراك حفظ الله وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل عبارة المؤلف تقتضي أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بأي ذنب والذنوب نوعان ذنوب من أنواع الرد كالشرك ما في درجته وهي أعظم الذنوب وذنوب دون الشرك لا توجب الرد وإذا أخذت عبارة المؤلف على إطلاقها فظاهرها أن كل من كان مسلما فإنه لا يكفر بأي ذنب ارتكب حتى لو كان فيه شرك ولا ريب أن التحاوي لم يقصد هذا وإنما يقصد الذنوب التي هي دون الشرك ولهذا قال الشارح ابن أبي العز امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بثنب بل نقول لا نكفرهم بكل ثنب فهذه هي العبارة الضقيقة وتكون من سلب العموم لا من عموم السلب يعني بتقول لا نكفر بكل ذنب بقضية عامة تنفي عمومها لا نكفر بكل ذنب يبقى نكفر ببعض والبعض لا نكفر أما لو قال لا نكفر بذنب يبقى قضية عامة على كل ذنب أنه لا يكفر به يبقى هذا عموم السلب قال وتكون من سلب العموم لا من عموم السلب كعبارة الطحوية ومضمون سلب العموم أننا أننا لا نكفر أحد من أهل القبل بكل ذنب إنما نكفره بالشرك وما في حكم ولا نكفر الذين 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 ظهروا بهذه البدعة في عهد علي رضي الله عنه فقاتلهم أخذ أخبر الرسول صلى الله عليه وعنهم وندب إلى اقتالهم وذكر الأجر العظيم لمن قتلهم إذن الذنوب فيها مكفر وغير مكفر فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر كالشرك والتكذيب بما جاء به الرسول والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها كترك الصليم وقولهما لم يستحله أي لا نكفر بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله فإن اعتقد حله كفر كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان وجحد تحريم المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام كتحريم الزنا والخمر لأنه يكون مكذبا للقرآن والسنة المتواترة وما أجمع عليه المسلمون ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريم معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر ولو لم يفعله لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام لما لو واحد يدعو إلى إباحة الزنا ولم يزني يكفر بهذه الدعوة وإن لم يفعل إذن الاستحلال استحلال الذنوب كفر من فاعلها أو من غير فاعلها ولكن يعني كانت هذه العبارة لأن كثير من فاعل الذنوب قد يطمس على مصيراتهم بعد فترة فيستحسنها ويطالب بإذاحتها فيكون هذا سببا لوقوع في الكفر والعذول سبحانه الله وحمد لك لشترا لإذن سوف لك لك